في يوم الايام كان فيه نملة شغالة عند فيل والنملة دي كانت شغالة بكل اخلاص وحب لدرجة ان الفيل في يوم الايام قال النملة شغالة كده الوحيدة باخلاص انا لازم اجيب حد يشرف عن نملة لشان النملة انتاجها يزيد وفعلا جاب الفيل الارنب الارنب اول ما جه لقى النملة شغالة كويس جدا وهارف ان الفيل هيمشيه لان ما لوس دور فحاب يكون له دور فراح للفيل واكترح عليه ان يحط للنملة نظام للحضور كل يوم ولو اتأخرت يخصم من نملة وده علشان النملة تيجي كل يوم بدري وتبقى نشيطة فتنتج اكتر الفيل وافق على الفكرة الارنب طلب من الفيل كمان ان هو ناس تشتغل في الحسابات وفي المخازن علشان يتجنب السرق او التوالف الفيل وافق مع الوقت الفيل قرر يجيب الغراب علشان يشرف على الارنب وعا النملة وعا المحاسبين وعا المخازن والغراب اول ما جيه لقى الدنيا ماشية تمام قالك انا كده الفيل هيماشيني لان ما ليش دور فراح للفيل واقترح عليه ان هو يعمل سيستم للنملة بحيث ان مرتبها يتقسم جزئين جزء على هدف يومي لازم تجيبه وجزء على انواع معينة من الحبوب لازم تجيبها ولو ما جبتهاش اتخصم من مرتبها الفيل وافق على كلامه ومع الوقت الفيل حاس ان هو بيخسر بيدفع كتير جدا في مقابل اللي بيدخله فكرر ان هو يجيب التعلب كمستشار مالي والتعلب اول ما راح وشاف الوضع قبله الغراب بقطعة لحم كبيرة فرجع التعلب للفيل وقال له المشكلة عندك في النملة لازم نمشيها القصة هنا مش هدفها التقليل من الادارة او تهميش دورها بل بالعكس الادارة والنظام مهم جدا جدا لكن اللي عايز اقوله حاجتين مهمين اول حاجة للمديرين والمشرفين لازم تعرف تستخدم صلاحياتك بشكل مناسب لازم صلاحياتك تعرف تستخدمها كويس مع الناس اللي فوقك قبل ما تستخدمها مع فريقك دورك كمشرف او مدير مبيعات مش انك تتحكم في الناس اللي تحتك وانت بتعمل ايه دلوقتي وانت محققتش ليه وانت مخصوم منك يومين وثلاثة دورك في سرعة حل مشاكلهم واستخدام صلاحياتك مع المديرين اللي فوقك تاني حاجة عدم تهميش دور العامل والاهتمام به بشكل كبير انت زي ما بتطلب من مندوب المبيعات او من العامل اللي عندك نسبة نمو انت لازم تديه له نسبة نموه في مرتبه لازم تحسسه بالتقدير